شتاء قاس مر على قطن هذه الخيام المتهالكة على وقع هطولات مطرية وثلجية أغرقت الخيام وشردت من فيها ولم يكن لديهم أي حلول لمواجهة تلك العواصف سوى انتظار رحيل الشتاء وقد رحل لكن فصل الشتاء ليس الضيف الثقيل وحده الذي يقلق المهجرين بل إن قدوم الصيف هو بداية فصل جديد من فصول المعاناة جدت علينا الشتوية أقصى من هيك ما فيه والله إذا منعيش مئة سنة لأخر ما أجع علينا أقصى من الشتاء وبرد وتل جوه ونحن بيركين بخيام يعني لا بترد لهوى ولا مطر ولا بترد شي روحت الشتوية إجت الصيفي قلنا يعني شوي أشوى الصيف ناء شوب وقاديم بشادر نايله يعني نايله لا بيرد لحرارة ولا بيرد شي وشوب يعني كتير وغير الأفاعي والحشرات اللي عم تدخل علينا والهوى والغبرة يعيش قرابة مليوني مهجر في مخيمات الشمال السوري التي لا تتوافر فيها متطلبات التعامل مع العوامل الجوية وتقلباتها في ظل أوضاع معيشية قاسية وعجز كبير في عمليات الاستجابة الإنسانية وصل إلى أكثر من 60% بحسب منسق الاستجابة الذي تحدث أيضا عن نقص حاد في مياه الشرب في معظم تلك المخيمات بل إن 590 مخيما لا يحصلون على المياه النظيفة بحسب بيانات الفريق الذي حذر أيضا من أن موجة الحر هذه قد تساعد في اشتعال الحرائق وتفشي الأمراض وانتشار مختلف أنواع الحشرات والأفاعي والعقارب السامة في ظل ندرة الأنصال الخاصة بها إنها إشراقة شمس أيلول جاءت لتعلن رحيل فصل الصيف لكنها ما زالت تحتفظ بحرارته التي وصلت إلى مستويات قياسية ولعلها أيضا تنبيه صارخ للأهالي والمنظمات الإنسانية إلى ضرورة الاستعداد لمواجهة عواصف الشتاء قبل وقوعها هي رحلة الشتاء والصيف التي فرض على المهجرين مواجهتها داخل هذه الخيام بعد أن هجرتهم قذائف النظام ودمرت منازلهم ولسان حالهم يقول أعيد لنا قرآن ومنازلنا وأعيدونا إليها ونرحاج التلفزيون سوريا هريف أدلب ترجمة نانسي قنقر